موسيقى اقليم ازلال بين مدينة ازلال وجامعته محمد مفتوحة وغدد على تقريبا 1-15 كم و20 كم لجي ترق زيوتا حنصل وباقي الناس في الدوار بقين معزولين يعني منين نحن دواء العزلة على المساليك الجبلية الناس باقها معزولة فعلا هذا الامطار فهي امطار خير امطار اللي غادي تنتعش منها الفرشة المائية رغم انه اللي كنتمنو انه تكون نعمة ما تكونش نقمع على الساكينة فالسكل الآن اللي تتوجدو في المناطق الجبلية اللي بعيدة صراحة انا كنت تخوف صراحة لانه الناس اللي فقراء وموعيزين اللي ما عندهم مش باشي تقدو الماء وناديا لهم وذلكش صحيح صراحة انا سيكون صعبة عليهم وكاني الناس اللي كيوجدوه حينما انتحدث عن حطاب تدفئة صراحة ما رأي بدا تقل ما كانش الا العلاف بنيسبة للماشية وذلكش اي اكتشكل دفا الخطورة بنيسبة للا من نسبة الكلاء الماشية يعني أنه إلا بقت مستمرة هاد العصفة الجياء ومستمرة هاد مستمرة هاد درجة الحر المنخفضة فالماشية ما تصم ما تصم ما تأكل وبالتالي هذا كي يعود بضرار على الكسابة وعلى الفلحة المنطقة دينا كما تعرفوه هي منطقة جبلية وبالتالي كانت من نوم الله سبحانه وتعالى نحن كمجتمع مدني اللي كلمسه هو الآن هو أنه لنحت الناس ما تتعودوش وعد عشرين سنة لخمسة عشرين سنة على ميتل هاد هاد العواصف أنا شوية قصح الحال واخذ ما مكيناش لدراريو وما خدامينش هاد دراريو الشباب ما خدامينش هو وطرقان مقطوعين وقصح الحال نيث بالساف أشغل نقول لكم نيث لا تلش قصح مكينينش هاد العواد ودين عديو معالو قنيت قصح نيث هاد بالساف هنا ضعيفة البلاد ضعيفة الحال هنا بالساف مكين ما يدير بنظمة نخدمه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر